اشتركوا في القناة الفني وجهازه المعاون في ظهوره الرسمي الاول مع فريق النادي الاهلي بإذن الله النهاردة فاروق جماهير النادي الاهلي يعنيها على حاجتين انك انت واحد تتخطى بترجات وتوصل لمقابلة الزمالك ان شاء الله في نهاية كاس مصر نسخة المسم الاخير والنمرة اثنين طبعا هو الظهور الاول لريكاردو سوارش والناس تعرف جمهوره اهلي ما بيستناش ما بيديش فرصة النهاردة الناس عايزة تحس انه في حاجة جديدة عايزة تحس انه فيه كرة جديدة او فيه تأثير جديد حتى لو مش بالدرجة اللي بنتمنى انه الاهلي يوصل لها مع ريكاردو سوارش لكن على اهل تقديل زي ما كنت بقول بقول انه بتهيألي الدوافع كمان عند اللعبة النهاردة انها تظهر بأحسن شكل واعلى مستوى من الاداء قدام الجهاز الفني الجديد واحدة من الحاجات اللي برضو الناس الجمهور النادي الاهلي بيراهن عليها يعني خليني زميل احمد اتفق معك في كلام كتير جدا يعني انت أثرت وقلت في البداية يعني الدوافع اللي عند اللعبين ايضا في نقطة مهمة قلتها في غاية الاهمية وهي ان الجهاز الفني الاول مرة بنشوف في الكرة المصرية او في النادي الاهلي بهذا التخصص يعني برضو عايز من خلالك استعرض افراد الجهاز الفني بالصفة او يعني الوظيفة كل فرد داخل الجهاز الفني للنادي الاهلي لاني في نقاط مهمة جدا احنا بنشوفها الاول مرة على الكرة المصرية في الفترة الاخيرة مستر ريكاردو سوارش هو المدير الفني لفريق النادي الآلي طبعاً اتنين مدربين هو الكابتن سامي أمسون ومستر موريسيو فاش ده أيضاً مدرب رؤول فاريا وده مطور أداء وعايز أقولك أن رؤول فاريا بالتحديد مجهز بروفايل لكل لاعب فيه المميزات والإيجابيات والسلبيات الخاصة به خلال خمس مباريات اللي شافه متفرج عليهم مستر ريكاردو سواريش جاهز كل الأمور ووقف على كل التفاصيل مجهز هذه الأمور وده يعني من النقاط المهمة جداً المستحدثة اللي بنشوفها في الجهاز الفني للنادي الآلي تطوير وتنمية بعض الأمور المميزة عند اللاعبين ومعالجة بعض السلبيات أيضاً موجود بدرو جيماريش وده مخطط الأحمال وأيضاً أخصائي فيسيولوجي طبعاً مستر ريكاردو سواريش تكلم على دوره وأهمية دوره أنه طبعاً هو شاف حالة الإجهاد اللي عند اللاعبين وأن اللاعبين مجهدين طبعاً وهو امتبع وعارف أن النادي الآلي خلال الثلاثة ثانوات الماضية كان فيه تلاحم شديد جداً في المباريات خاصة أن عدد كبير جداً من لعاب النادي الآلي وملعبين صفة دولية سواء مع منتخب المصري أو المنتخبات الأخرى إدواردو لوبو وده مدرب حراس المرمى ولويس بريرا محلل الأداء ولويس بريرا طبعاً جاهز كأمور ومباريات لفريق طبعاً النادي الآلي بنجاز بعض المباريات لفريق البتروجيت طبعاً الكابتن سايد والكابتن سامي طبعاً لوويس بريرا حصل على زي المباريات وبدأ أنه يجاهز الأمور الفنية الخاصة بفريق بتروجيت وأيضاً إيجابيات وسلبيات هذا الفريق اللي احنا نمسينه زميل أحمد من أول يومين شفناهم لمستر ريكاردو سواريش هو جاي يشتغل أنا كنت موجود طبعاً في المران الأول كان يوم الخميس الماضي في الزيارته للنادي الآلي هو بنفسه وقف في الملعب بيخطط الأمور بيرسم الملعب بشكل جديد مقسم الملعب لأكثر من وحدة تدريبية خلال الفترة الأخيرة نحن كنا نشوف الكابتن سامي مع مستر بيتسو موسيماني الجازي القديم فرضين بيشتغلوا فيه نواحة الفنية لكن خلينا أقولك أن مستر ريكاردو سواريش هو موجود مع مجموعة الكابتن سامي أيضاً موريسيو فاش رؤون كل فرض داخل المنظومة وقف مع مجموعة من اللعبين اشتغل على بعض النقاط اللي كان بيطالب فيها اللي هو تسريع رتم اللعبين وإقاع اللعب للنادي الأهلي طبعاً أشاد بلعب النادي الأهلي وأن النادي الأهلي بيملك لعيبة كبيرة جداً وعندهم إمكانيات فنية وطالب الناعبين والنقطة اللي أنت أسرتها برضو زميل أحمد إن إحنا كجمهور النادي الأهلي والمحبين للنادي الأهلي قابت بقى فرحان بالانتصار فرحان بالبطولة ولكن عايز تشوف الأداء الجميل وهو ده اللي وعد بالجمهير قال لي إحنا طبعاً دورنا إن إحنا نحقق بطولات ودورنا إن إحنا نحقق الفوز ولكن أنا بوعد إن شاء الله إن إحنا نقدم الأداء الجميل اللي يرضي جمهور النادي الأهلي لأن نعارف شغف وتطلعات وطموحات وجمهور النادي الأهلي الوقت قصير لكن أنا يعني بأكد لك إن شاء الله النهاردة هنشوف بوادر ولو لمحات فنية لي الميستر ريكاردو سواريش في هذه المباراة يعني أنا من خلفي اللي هيبدأ اللعبين في الدخول لي طبعاً المحاضرة الفنية الميستر ريكاردو سواريش المدير الفني اللي هيعقد المحاضرة خلال دقاقة هيكون المحاضرة الفنية عقب المحاضرة إن شاء الله هيكون التحرق إلى ملعب المباراة ستادي القاهرة الدولي اللي هيستضيف أحداث اللقاء في نقطة برضو زميل أحمد يعني في مستهل كلامك يلا فاضح كلمنا عليها إزاي لعبة النادي الأهلي والجهاز الفني بيقدر يحتوي أي فرض جديد داخل منظومة النادي الأهلي اللي إحنا لمسينه النهاردة أنت ما تحسش أن مستر ريكاردو سواريش وجهازهم معاه أنهم أغراب عن النادي الأهلي أو خدوا وقت قصير لكنهم موجودين هنا من فترة طويلة وده اللي بينعكس ويدل على يعني زي ما بنتكلم كده على قط اللبس في النادي الأهلي بتتكلم على الكابتن محمد الشناوي كابتن وليد سليمان كابتن أيمان أشرف رمي ربيعة كابتن عمر السلية ودورهم المهم جدا مع الجهاز الفني أيضا الكابتن سيد الكابتن سامي وده دور مهم جدا وده أكثر ما يميز النادي الأهلي النادي الأهلي منظومة أول فردة أو أي فردة بيدخل داخل هذه المنظومة بيتطبع بطبع النادي الأهلي بيعرف تطلعاته بيعرف إيه القيود اللي داخل هذه المنظومة هو الراجل طبعا يعني واضح جدا بتحرير تصريحاته أنه جاي من البرتغال عارف مقدما وأنا عارف طبعا إحنا كنا استضافنا نونو جامش وكان ليه دور كبير جدا أعتقد في وصول مستر ريكاردو سوارش للأهلي منو الجوزي أعتقد كمان واحد من الشخصيات طبعا إحنا طبعا مدرسة بورتغالية معنا حظوظها إلى حد كبير جدا في مصر عموما في الآلي خصوصا إلى حد كبير كويسة يعني أعتقد أنه فكرة أنه يكون مدرب أو مدير فني جديد بورتغالي دي في حد ذاتها مطمنة شوية جمهور نادي الأهلي ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق أنا بس اللي عايز أقوله أو إحنا خلينا نقول أنا في سادسة هنا اللي بقوله إحنا من النهاردة بتهيقلي كل اللي فات كل اللي فات الحلو والمر فيه وراء دهرنا والحمد لله أن الحلو كان أكتر بكتير جدا من الأوقات اللي حسنا فيها أن إحنا مش راضين أو مش مبسوطين فترة اللي فاتت كان فترة صعبة بكل المقاييس لكن خلينا نحط كله وراء دهرنا ونقدم كل الدعم سواء لمستر ريكاردو سوارش وجهازه الفني أو للعبتنا بشكر طبعا زميل عزيز فاروق صراح على التفاصيل